حضر جينخو كان يباع داخل منطقة شينجيان فقط، أما الآن فهو يعد أحد منتجات المؤشرات الجغرافية الثلاثة التي تم تضمينها في الدفعة الأولى من الاعتراف المتبادل والحماية المتبادلة، حيث يتمتع بإذن لدخول السوق الأوروبية. وقد وصل حجم أطلبات لحضر جينخو إلى أكثر من أربعمائة طن في شهر واحد فقط. إضافة إلى هذه المنتجات الثلاثة، سيتم أيضا تضمين أربع علامات تجارية بارزة في نطاق الحماية والاعتراف المتبادل لدعم المزيد من المنتجات عالية الجودة في منطقة شينجيان في دخول السوق الدولية.